حالكم الله مشاهدين اهلا ومرحبا بكم تحية طيبة الزميلة داليا اهلا بكم مشاهدين اكيد متواصل كبيرين معاكم من خلال هذه الجولة الاخباري بعد هذا الفاصل اهلا بكم اكدت سيد امال صالح سعد وزيرة التجارة وتموين على اهمية وجود مكتب لوزارة التجارة بولاة الجزيرة مشيرة الى استعداد وزارتها لتكملة اجراءات المكتب ورفضه بقوادر وخبرات من الوزارة وتزليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل والاهتمام بالتدريب وتقديم كافة الاستشارات الفنية لتنمية وتطوير ولاة الجزيرة وتحسين خدمات تجارة من صادر ووارد داخلية وذلك من خلال مكتب التجارة بالتنسيق مع الجهات الذات الصلة ممثلة في بنك سودان والجمارك والاستثمار جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بالسيد اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة بحضور قيادات الوزارة ومن جانبه اكد الوالي بان ولايته تعتبر ولاية وسطيها ما تتمتع بموارد كثيرة خصوصا صلع الصادر مبينا ان هناك مساع كثيرة لتطويرها في العديد من المناحي بالاضافة للبناء التحتية مؤكدا سعيه مالجاد لتشغيل مسلخ تنبول والذي يقع في منطقة وسط البطانة وهي مركز لتواجد الثروة الحيوانية بكثافة عالية بالاضافة للمسلخ الذي انشأته الشركة التركية بمدني مؤمنا على اهمية وجود مكتب التجارة بالولاية والذي يعتبر حلقة الوصلة بينه والمركز ووعد بدعمه حتى يؤدي دوره المروض به لخدمة مواطن ولاية الجزيرة وقال ان الولاية ايضا شرعت في تنشيط الميناء الجاف لكي يستفاد منه في عملية الصادر والوارد خصوصا وان الولاية تتمتع ببيئة مناسبة وبها نقطة الجزيرة التجارية معضحا جاهزية الولاية للربط الشبكي وانها تعمل بالنظام الالكتروني حتى الوقود يتم الحصول عن طريق الدفع الالكتروني زار وفد من طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين المفوضية القومية لحقوق الانسان في اطار برنامج التدريب العملي للطلاب وكان الوفد بقيادة دكتورة مايسة مدني رئيس القسمة برافقها دكتورة اجلال عبداللطيف منسق الزيارة ودكتورة رحاب محمد استاذ العلوم السياسية المساعد قال رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان دكتورة رفعت دكتور رفعت ميرغني عباس الامين الذي كان في استقبال الوفد وعدد من الموظفين والموظفات بالمفوضية ان الزيارة جاءت بغرض التعرف على مهام واختصاصات وادوار المفوضية مبينا ان الحوار التفاعلي الذي جرى مع الطلاب حول هذا الموضوع بالاضافة لهيئات وآليات الحماية الدولية والاقليمية والوطنية لحقوق الانسان كان مثمرا للغاية بحث وزير الريو الموارد المائي المكلف المهدس الضوال بيد عبد الرحمن منصور بمكتبه امس مع وزير الخارجي المكلف على الصادق سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتفعيل الدور الريادي لكليهما في اطار المهام الوطنية الملقى على عاتقهما واكدت وزارة الريو الموارد المائي في تعميم صحفين عقب اللقاء انها درجت على التنسيق وتشاور المستمير مع الوزارات الاخرى لخلق الانسجام المطلوب لتجويد العمل لرفع كفاءة الاداء وزيادة المحصلة الكلي في الناتج القومي المشترك خدمة للمصالح الوطنية سجل وفد تركي الرفيع المسوأمس زيادة لجمعية الصحافة الالكترونية السودانية وعقد جلسة مباحثات مع المكتب التنفيذي للجمعية وقدم الاستاذ عبد الباقي جبارة رئيس الجمعية شرحا وافيا عن تأسيس الجمعية واهدافها وانشطتها وتطرق الى عمق وتميز العلاقات السودانية التركية مؤكدا ترحبه بزيارة الوفد التركي واستعدادهم للتعاون مع البركز الافريقي والتركي واشار جبارة الى المشروعات التي تعتزم الجمعية تنفيذها في المرحلة المقبلة مرحبا بأي شراكة تسهم في تحقيق هذه الاهداف من جانبه عبر مدير المعهد التركي الافريقي بانغرا محمد كوسي عن سعادته بحفوة الاستقبال من قبل اعضاء الجمعية وقال ان المعهد الافريقي تأسس في انغرا ويهدف للانفتاح على افريقيا والتعرف على الشعوب الافريقية عن قرب وكذلك من حق الشعوب الافريقية ان تتعرف على الاتراك عن قرب وكذب انهم يرغبون في شراكة مستمرة بعد جمعية الصحافة الالكترونية لتنفيذ عدد من البرامج في مجالات التدريب والوريش اكبرت اللجنة العليا لتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو استدادها لتكريمه بالاربعاء القادم بالجنينة وذلك تقديرا لجهوده في دعم المصالحات وترسيخه قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع وكذا رئيس اللجنة العليا لتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الامير الطاهر عبد الرحمن بحال الدين ان التكريم يأتي بدعم شعبين من ابناء غرب دارفور تحت شعار دارفور تتعافى لافتا ان البرنامج يشتمل على ختان خمسمائة طفلا من بينهم اربعمائة من ابناء النازحين ومئة من ابناء الرحل بجانب تدشين صندوق عودة النازحين قال نائب رئيس لجنة التسيير لشؤون الرياضي عادل عادل ابو جريشة ان فريق المريخ ادى موسما شاقا ورالى مرهقا اضافه خاصة لاعبون ادوا الموسم بمعدل مباراة كل ثلاث ايام وهؤلاء اللاعبون بشر وليس بآلات ماكنية وتابع توقعها من لجنة المسابقات مراعاة الموسم المضغوط والارهاق الذي اصاب اللاعبين وحوجتهم الماس لراحة سلبية قبل بداية الاعداد للموسمين المحلي والافريقي والذي سينطلق في سبتمبر المقبل وكشف ابو جريشة ان المريخ سرح جميع نجومه سرح جميع نجومه بناء على طلب المدير الفني والذي افاد بعدم اداء اي مباراة بعد ثلاثين من جوليو وقال كنا نتوقع ان يتعاون الاخوة في لجنة المسابقات مع ناديي القمة عالميا اصبح الفرسي عثمان ديمبلي نجم بارشلونة بمثابة استفقة جديدة ابرمها الفريق الكتالوني لتدعم الخط الهجومي قبل الموسم الجديد ديمبلي الذي قطع فترة طويلة من المفاوضات مع بارشلونة انتهت بنهاية عقده واصبح خارج الكامبيرو قرر التراجع عن نية الرحيل وقام بتوقيع العقود جديدة مع البرسا خلال الفترة التحضيرية التي شارك فيها ديمبلي مع بارشلونة في الولايات المتحدة الامريكية نجح في تزييل اربعة اهداف بواقع هدف ضد انتر ميامي وهدفين ضد يوفينتوز وهدف امام نيويورك ريدز بولز وكان ديمبلي احد افضل لعبي بارشلونة خلال الفترة التحضيرية ونالى مستواه المبهر اعجاب الجماهير التي تتوسم فيه خيرا قبل انطلاق الموسم الجديد واشاد المتابعون بانضباط اللاعب واستمراره في التسجيل وصراعة المحاولات الخطيرة على مرمى الخصومة كانت شافي من الاسباب الرئيسية لبقاء ديمبلي رغم تلقيه مجموعة عروض حيث ضغطت على الادارة من اجل العودة لمفاوضات الجديدة بعد وصول الطرفين لطريق مزدود هذا الخبر ينهي نهاية عرض العاشرة من قناة البلد الان الى ستوديو صباحات البلد مع الزميلة امل خليل اهلا بك الزميلة امل اشتركوا في القناة